انا عايز ازاخدك بقى بسرعة عشان الوقت بيضاهمنا زي بيقوله يعني الكاميرون ما شاء الله دلوقتي عندهم اتنين مديرين فنيين واتنين مديرين فنيين عندهم فرقتين والحياة ماشية بشكل غريب جدا للمنتخب الكاميروني يعني يا كريم دي قصة وفيلم انت متشوفوش في هليود قصة طريفة طبعا احنا الناس كلها تبعت ان في خناءة لكن تفاصيلها مش معروفة لناس كتير في خلاف بين سامويل ايتو رئيس الاتحاد الكورة وبين وزارة الرياضة في الكاميرون وزارة الرياضة في الكاميرون معروف من زمان من زمان يا كريم من اكتر من 40 سنة ان المنتخب الاول ده مهم ليها وربما هو يكون رقم واحد سامويل ايتو شايف انه هو عنده فيجن وانه هو راجل نجم كلاعب وراجل نجح برضه في بعض الامور الادارية فشايف انه لأ حقه ادارة وزارة الشباب والرياضة الكاميرونية راح جايبة مدرب بلجيكي اللي هو مارك بريس وقالت انت المدير الفني المنتخب الكاميرون هو الراجل فرح خلاص انا حدرب الاصودة بغير مروضة لكن فوجأ ان فيه هو طلب سامويل ايتو طلب اجتماع مع الراجل اجتماع مخليش من الدراما انه هو اصر انه يبقى فيه طرد ليه مندوب وزارة الرياضة خاصة ان هو انت في مكتب الاتحاد الكرة فانت في مكاني فانا اقول مين يبقى موجود ومين لا الدراما كملت بمشدة بين سامويل ايتو وبين المدرب البلجيكي اللي عبر طبعا عن غضبه سامويل ايتو خرج من الاجتماع ده وهو عقد العزم انه هو هيفجر الموضوع النهاردة الصبح هجاي مطلع الاتحاد الكاميروني بيان رسمي بتاعين مارك مبيلي ده مدرب وطني مدير فني للمنتخب الكاميروني الامر خلص كده؟ لا لا ما خلصش كده المدرب البلجيكي بعت قايمة ليستدعي فيها اللعيبة اللي تلعب في اوروبا واللعيبة اللي تلعب في الاندية المحلية المدرب المحلي بعت قايمة فيها عناصر مشتركة وفيها عناصر جديدة فأصبح ده عنده قايمة لوزارة الشباب والرياضة ده عنده قايمة للاتحاد الكاميروني بسالات الزين دول مفروض بقى يتجمعوا مفروض في مؤتمرين مفروض في عندنا مطشين مع الراس الاخضر ومع انجولا كل واحد يلعب مطش كل واحد ياخد في الهيته ويلعب مطش فالعالم مترقب بقى او ده ياخد دكة او ده ياخد دكة طبعا حاجة محاكم ده يا عبو طيب